وحنا كلمنا ده عشان مناسبة دي مناسبة دخول مدارس تخلي الأولاد مش قابلين ان هم يتعلموا من حد مش قابلين يتعاملوا مع حد لأن الحد اللي هم متعاودين ان هم يتعاملوا معه هو بابا وماما وده بيخلي ان لو الواحد من الوالدين انتقل وتوفي ربنا يمد في الأعمار مع حسن العمل ممكن الابن أو البنت ينهار ويصابوا بكتئاب شديد وساعات بتتحول حياتهم وساعات بيحصل لهم التربات نفسية ويقعدوا فترة حالة نفسية يحاولوا يتعافوا ويقفوا على رجليهم مع ان بعض الناس بيكونوا أوفيقة جدا جدا لأبوهم وامهم وتاني يوم بيكملوا حياتهم برا بأبوهم وامهم الشكل التاني بقى من الحبل السري ده هو التعلق الشديد اللي بيظهر في ممارسة السيطرة على أولاد في بنكونوا متعلقين بينا بشدة فيضطروا يسيطروا عليهم ابني بتاعي ده وعشان كده يسيطروا عليهم عشان يكونوا جنبهم بالطريقة اللي حاسسهم بالأمان فمن أشكال الحبل السري بالسيطرة اللي نقوم من كترة تعلقها الشديد بابنها بتبقى مش متخيلة إنه ممكن تجاوز أنا أعرف ستات كتيرة بتخلي جواء زوجات ابنها تغير منها بشدة تعلقها مع ابنها بتعرفها كل حاجة حتى في بعض الأحيين بيوصل بيها شدة التعلق إن هي تخاف على ابنها من العلاقة الخاصة مع زوجته وتكون واحدة تانية في حياته أنا ممكن أتصور إن في حد واحدة تانية تكون محل اهتمام ابني وتاخد قلبه مني مش ممكن ده فمن غير ما تدري هي بتخلق مشكلات مع ابنها ومع خطبته ويسمى مع زوجته مشكلات لها النهاية تلها بسبب غيرة الشديدة عليه وتضطر تعمل إيه تفرض رأيها وتسيطر وتبقى كلمتة الكلمة هي كلمتها والولد للأسف بيقع في حيرة بين إنه عايز يبر أمه وفي نفس الوقت عايز يعيش حياة أسرية جديدة يضيف حياته حياة جديدة مع زوجته ويبقى واقع ما بين النارين دول وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن احنا نكون يسرى على أولادنا ونساعدهم على برنا مش نصعب عليهم إحسنهم دينا ونصعب عليهم كمان برنا صحيح ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا بس مش معنى إن أولادنا مأمورين بإنهم يحسنوا إلينا إن احنا نخلي إحسننا إحسنهم دينا عبقى عليهم ويخليهم حسين بإنهم هيدجوا ولذلك جات المذكرة التفسيرية لهذه الآية بكلام ما له جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فقال حضرة النبي رحم الله والدا أعانى ولده على بره إن احنا نكون عاوني لأولادنا إن هم يبرونا هو ده إحنا مأمورين إن أي حد لينا حق عليه إن احنا نساعده إن هو يعمل الحق بتاعنا ده وعشان كده شكل التعلق الشديد من خلال السيطرة بيخلي الأولاد في أوقات كتيرة لما يكبروا ويمرسوا هم كمان السيطرة على أهليهم يسيطروا يعملوا إيه يمرسوا السيطرة على الأب والأم فلما الأب والأم يكبروا إيه اللي حاصل ياخدوا قرار شخصي والأولاد يحسوا إن القرار ده مش على هواهم فاكرين بقى لما الأولاد بيكبروا ما احنا نعلم لهم اللي يحب حد يسيطر عليه كذلك هم بقى لأب والأم لما يكبروا ويعملوا حاجة مش على هوا الأولاد الأولاد يبتدوا يقولوا لهم إيه ما ينفعش الكلام ده احنا مش موافقين على ده مع أن دوت مش من حقهم بس احنا اللي علمناهم إن بيحب حد يسيطر عليه ويأثر على اهتمامتهم بينا ويحاولوا بكل الطرق يمنعونا يمنعونا من اللي احنا عايزينه ده ما احنا اللي علمناهم ده وساعات بينتقموا مننا يهملونا يهملونا ليه؟ لأنوا حاسوا إن السيطرة علينا دي هي اللي خلتنا مش قادرين نعيش فإيه اللي حاصل؟ فأنا عن عقبكم على إن كنتوا خلتونا عندنا عشاشة قلب وعشاشة شخصية وعشاشة عزام قلبية ولذلك إيه اللي هيحصل؟ عن بعيدكم عننا ويبقى فيه جفوة فالحبل السر ده هلاك والأمان والراحة ودوام المحبة اللي بتخلي حياة الأهل والأولاد حياة مليانة بالخير والوسع ودو مش هيحصل غير لما نتعود مع أولادنا إن إحنا نعيش معاهم أن الله سبحانه وتعالى يحب المرء لا يحبه إلا لله يعني أنه لما أحب أولادي أحبهم لله مش أحبهم لأنهم بتوعي بحد شيء جنبهم فلازم أشوف أولادي بمنظرين المنظر الأولاني أولادي دولة نعمة من الله الله وأكبر الحمد لله على نعمة الأولاد وشوف أولادي كمان مش ملكي أنا وأولادي عبيد لله فإحنا لتنين ملكي لله فأولادي نعمة أشكر ربنا عليها بإن أنا أستثمر فيهم وفي نفس الوقت أولادي أنا وهم على قدم المساواة إن إحنا لتنين عبيد لله وإن الأولادي يشوفوا أهلهم تجلي ودي الله فساعات ما أنا أشوف أولادي نعمة أولادي يعيش يشوفوني كمان نعمة نعمة يعني ربنا بيتودد إلي إننا ربنا جعل لي أب وأم مش جعل لي ملاك يتصرفوا فيه زي ما هم عايزين ولذلك دايماً بقول أنا دايماً يبقى هم أنا أولادي مش ملكي وأنا كمان مش ملك الأولادي فلذلك دايماً بقول ما تجعلش حبيبك كل حياتك آه ده الزكاء إنت عايز تبقى فعلاً متزن جداً جداً في إنك إنت تشكر نعمة ربنا وتبقى عبدي لله لا أولادك مش كل حياتك وبابك وممتك مش كل حياتك يعني إيه ما تبرهمش لا برهم بس لو جعلتهم كل حياتك هتي في لحظة من لحظات تعتبرهم عبق تعتبرهم إنهم خصموا من حياتك وفي لحظة من لحظاتها هتعتبروا أولادكم إيه اللي حصل غادروا بيكم لا 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 إحنا كلنا عبيد لله منذلك في عبادة اسمها عبادة مهمة جداً اسمها ضبط واحترام المسافات ترجمة نانسي قنقر